بات الصراع على المناصب والمكاسب الصفة الأبرزة للعملية السياسية في العراق الغارقة أصلا بالفساد منذ تشكيلها عام 2003 أكثر من 11 شهرا على انتهاء الانتخابات النيابية في البلاد وفي موازات تعثر إكمال ملف الحقائب الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي تبقى هناك ملفات كثيرة معلقة كملف رئاسة وعضوية اللجان النيابية التي تدور في حلقة مفرغة حتى الآن ولا تزال تدار بالوكالة عن طريق النائب الأكبر سنا كما يؤكد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي وعلى الرغم من تصويت مجلس النواب على رؤساء بعض اللجان البرلمانية فإن النائب فهمي يشير إلى أنه لا شيء يلوح في الأفق بشأن إمكانية التصويت على رؤساء اللجان المهمة مستبعدا إمكانية حسمها بدون توافقات سياسية وهو الأمر الذي سيؤثر بالشكل النهائي للكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي الشلل الحاصل في البرلمان والحكومة يعود بالعملية السياسية بحسب مراقبين إلى المربع الأول الذي أسست عليه وهي المحاصصة على أساس حزبي وطائفي التي فسحت المجال باعتراف نواب وقادة أحزاب أمام الفساد ليستشري في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية وفقد العراق بموجبها مفهومه كدولة مواطنة متحونا إلى دولة أحزاب وميليشيات تقوده كما تشير صحيفة واشنطن بوست إلى فوضى عارمة مرة أخرى وفي مقابل حديث الرئاسات الثلاث البرلمان والحكومة والجمهورية عن ثورة في التشريعات والقضاء وإعادة الإعمار والاستثمار تبقى الحقيقة الوحيدة التي يراها العراقيون هي استمرار دمار منازلهم وتجذر العنف والاعتقال على أساس طائفي تعسفي فضلا عن تراجع أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية لحدود لم يرها العراق من قبل وهو البلد الذي يعوم على بحر من الخيرات لكنها ليست لأهله في ظل استمرار هذه العملية السياسية التي لم تجلب للعراق كما تؤكد الحقائق على الأرض سوى الخراب